بكل سلاح الدولة المنهوب لم تتمكن ميليشيا الحوثي من إسقاط تعز وتمرير مخططاتها فيها منذ مطلع الحرب المدينة الصلبة هل تضعفها اليوم ماكينة الإشاعات الممولة والرخيصة؟ سبع سنوات كانت مقاومة تعز وجيشها الحارس الأول للمدينة من الميليشيا وما يزالون في موقف ثابت لا يتلون في القضايا المصيرية وراسخ لا تؤثر فيه المصلحة الشخصية والمال السياسي ومنذ الأعواب الأولى برزت ملامح التشكيك والطعن في خاصرة الجيش من قبل فئة متذبلبة تعرف الحق وتنصر الباطل وتخفي في نفسها لتعز ما أبدته المواقف حقدا وتخوينه الدراما السياسية التي انتهجتها أطراف ممولة لتتصنع من خلالها الولاء لقضايا تزعم فيها إنسانيتها وجرائم اختلقتها ونفذتها لتردي الضحية قتيلا وتشيع جنازة مواقف التضح زيفها بعد أن انكشفت أستار المسرحيات الهزلية وفضح المخرج المتنكر منذ وقت مبكر وها هو يعبث بالبلاد ومقدراتها انتقاما من اليمنيين لعدم قبول مؤامراته هنا في تعز حيث الشوارع نادرا ما تخلو من فعاليات الاحتجاج حيث اللافتات والهتافات لا تكاد تغيب عن ميادين التظاهر حيث الساحة السياسية التي تحتضر كل الألوان وهنا كذلك حيث سقف الحرية المرتفع الذي استغلته جهات مستأجرة تعاد المدينة ولا تريد لها سوى قتامة المشهد جهات لطالما تكفلت بنشر وتهويل واختلاق المشكلات وتوظيفها بما لا يختم المدينة بينما نجدها عقيمة الموقف تنتهج الصنطة عند أفضع جرائم الانقلاب الحوثي وانتهاكات الإمارات الصارخة بحق السيادة اليمنية وفي محاولة لتذكير الناس بالتأمر على تعز ومواجهة الأكاذيب والحملات المضللة على المحافظة أطلق ناشطون حملة إلكترونية على مواقع التواصل تحت وزم تعز هيمنة الأكاذيب ردا على التكريس الإعلامي لصورة سودوية للمحافظة وقوات الجيش والأمن فيها من أجل ضربها من الداخل تراهن تعز على وعي أبنائها ومواقف شرفائها للحفاظ على مكانتها المحورية المؤثرة في كل المواقف السياسية والوطنية من المشهد العام في البلاد وتعزز هذا الحاضنة الشعبية الملتفة حول الجيش الوطني باعتباره الأمل الوحيد في إنهاء معاناة اليمنيين وإفشال كل مخططات الإثارة المدروسة والمنظمة للفوضى داخل المحافظات المحررة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر